يعقل قادة الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا يهدف إلى التوافق على نهد موحد تجاه الوضع في الشرق الأوسط وتصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين كما ستبحث القمة تداعيات المحتملة الخطيرة على القرى من جراء الأزمة ويركز القادة في اجتماعهم على محاولة التخفيف من التداعيات المحتملة وسط توقعات واسعة النطاق بهجوم إسرائيلي بري على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر